بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم كمال أستاذ تعليم ابتدائي المملكة المغربية مرحبا بكم في السلسلة الدلوس المراجعة والدعم والتقويم في الدرس اللغوي المستوى السادس ابتدائي ومع سلسلة دروس الصرف والتحويل درس هذه الحصة حول المقصور والمنقوس والمندود المقصور والمنقوس والمندود ما هو المقصور ما هو المنقوس وما هو المدود هي أسماء سابقة ونرأيناها في مستويات سابقة لكن سنذكر بها ما هو المنقوس ما هو المنقوس المنقوس اسم معرب اسم معرب آخره آخره ياء دازمة مكسور ما قبلها هذا هو المنقوس هذا هو المنقوس اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها كالقاضي كالقاضي الجاني الباني الفاني استمنى القاضي لأننا سنحتاجه لاحقا في الجدول المنقوس الآن ما هو الممدود الممدود ما هو الممدود الممدود اسم معرب أيضا اسم معرب اسم معرب آخره آخره همزة آخره همزة قبلها ألف زائدة ostatasker كزرقاء مثلازرقاء زرقاء بطراء كم환ود مندود سنمر الان الى النوع الاخير وهو المقصور المقصور ما هو المقصور المقصور ايضا اسم معرب نفس التعرف اسم معرب اسم معرب اسم معرب اخره اخره ماذا اليف اخره اليف لازمة مفتوح ما قبلها مفتوح قبلها كان هذا تذكير سريع ما معنى المقصور 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 سابقون رأيتموه في مستويات سابقة اما ما يهمنا اليوم هو تصريف هذه الافات سنأخذ هنا مصطقى مثلا مصطقى مصطقى هذا هو المنقص والممدود والمقصور في القسم السادس نتعرف الى تصريف هذه الافعال الاقسام السابقة هنا فقط نتعرف عن هذه الانواع وتمييزها داخل جدول الان سنتعرف الى تصريف هذه الافعال تثنية الاسم المقصور والممدود وجمع التثنية والافراد والتثنية والجمع كيف يثنى وكيف يجمع لاحظوا جيدا هنا مصطفى مقصور القاضي منقوص زرقاء ممدودية نفس الافعال نفس الاسماء التي رأينا قبل قليل في الرفع ماذا نقول في الرفع نقول مصطفى في الافراد مصطفى وفي التثنية مصطفى يان وفي الجمع مصطفون ما سبقا ونرأينا هذا في دروس السابقة هنا المتنى لاحظنا ان المتنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء لهذا مصطفى يان مصطفين هنا مصطفون في الرفع لاننا نعرف ان الجمع المذكر السالم علامة رفعية الواو وعلامة نصبه وجره هي الياء في الرفع نقول مصطفى يان ومصطفون وفي النصب مصطفى مصطفين ومصطفى يين في المتنى ومصطفين في الجمع وفي الجر مصطفى في الإفراد لاحظوا جيدا وغلما درسنا هذا في القسم الخامس là cq ولا يتغير سواء في الرفع وفي النصب أول في الجر هنا مصطفى يين وهنا مصطفى هذا الجدول يجب مرشاعته بشكل متكرر يمكن son Stars في الفيديو ومراجعته هو التطبيق على كلمات أخرى ومستشفاه كلمات مقصورة هنا نمر إلى المنقوص القاضي في الربع نقول القاضي وفي النص نقول القاضية وفي الجر نقول القاضي في التثنية نقول القاضياني نذكر به دائما أن المثنى علامة رفع المثنى وهي 80ص وعلى أيضا و هنا جمعه مذكر ثالث هنا نقول القاضياني و هنا القاضون هنا القاضيين و هنا القاضين و هنا القاضين هنا القاضي نمر الى الممدود زرقاء في الرفع نقول الزرقاء وفي النصب الزرقاء في الجر الزرقائي يتبع نفس علامة اعرابي هنا نتحدث عن الرفع والنصب والجر عندما يكون داخل الجملة مثلا في المرفوع اذا كان مبتدأ اذا بدأنا به او كان اسم كان في النصب مثلا اذا كان اسم ان في الجر اذا سبق او حرف الجر هنا الزرقاء 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 في الرفع نقول الزرقاوان في المتنى والزرق في الجمع الزرقاوين في النصب في المتنى وفي النصب في الجمع الزرق وفي الجر نقول في المتنى الزرقاوين وفي الجمع الزرقي لنتمكن من هذا الجدول يمكن كتابة على الدفتر ثم تغيير هذه الكلمات في كلمات اخرى تشبه وتكون مقصورة من قصم ثم التدرب الى ان نتمكن من العملية نمر الآن إلى القاعدة هذه هي القاعدة التي تتعلق بي سنقرأ ولكن يجب عليكم إيقاف الفيديو والتماع فيها لأن هناك أمور تحدث عندما ننتقل من الإفراد إلى التثنية إلى الجمع نقرأ بصراحة هنا يثنى المقصور بقلب ألف هياء إذا زاد على ثلاثة أحرف أو بردها إلى أصلها إذا كانت ثالثة في الكلمة مثل عصا عصا تصبح عصوان وعصوين ويجمع جمع المذكر السالم بحذف ألفه وإبقاء الفتحة قبل الواوي والياء دليلا على الألف اقرأوها بتماع وارجعوا كل مرة إلى الجدول للتطبيق من الأفضل كتابة الجدول على الدفتر إقاف الفيديو كتابة الجدول على الدفتر ومقارنته مع القاعدة إذا كانت همزة الممدود للتأنيت كزرقاء تقلب واوا فيقال زرقاء وإذا كانت أصلية كقراء تبقى على حاله فيقال قرآن إذا كانت أصلية كقراء تصبح قرآن وإذا كانت منقلبة عنواو أو ياء جاز الوجهان فيقالوا سماوان وسماء أما جمع نحو زرقاء فيأتي على وزن فعل على وزن فعل فعل زرق زرق ما رأينا في الجدول هنا زرقاء تصبح زرق يثنى المنقوص بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة نصب والجر أما في الجمع المذكر السالم فتحذف ياءه ويضم ما قبل الواوي ويكسر ما قبل الياء للمناسبة هنا يمكنك كتابة هذا الجدول على الدفتر بإقاف الفيديو ثم رجوع القاعد والمقارنة والأفضل كتابة هذا الجدول والتدرب قراءة مران وتكران ثم تغيير هذه الكلمة فسيصبح عملية التحويل من المثنى والجمع عملي آلية وسلسة دون حاجة إلى الرجوع كل مرة إلى القاعدة من قاعدة معقدة بعض الشيء